نحن هنا بالمنطقة الصناعية الأطلس بالبوليدة تقربنا من أحد المستثمرين للكشف عن واقع صناعيين عمل دؤوب يقوم بهؤلاء لتكوين نسيج صناعي متين وقادر على توفير المنتوج المحلي تقابل عرقيل ومشاكل بالجملة منطقة الصناعية أطلس البوليدة لنا متوجدين فيها هنا هي منطقة صناعية خاصة المشكلة الأساسية التي متوجد كان المشكلة تعلق الغاز لعبر المنطقة التي كان رئيس الجمهورية تطرق له وعطى تعليمات بشيء حل مما سهل أكثر من مؤسسة أنها تبدأ النشاط المشكلة الثانية هي المساكن العشوائية الموجودة المتاخمة للمنطقة الصناعية ليتمثل خطر على السكان وتمثل ثاني للتواجد العشوائي لبعض الأشخاص وبعض المركبات ليتمثل خطر على المنطقة الصناعية الصناعيون بالولاية تعترضهم صعوبات أخرى ولعل أبرزها مشكلة العقار الصناعية وغياب التهيئة بالمناطق الصناعية الأخرى المناطق الصناعية بشكل خاص أولا مشكلة تهيئة يعني الاستمرار يعني تهيئة المنطقة من ناحية الكليراج للمناجمون تحت الطرق والمشكلة تحت المياه أنا نتمنى أن السلطات العمومية تأخذها بالاعتبار عين الرمانة مشكلة عندهم تاني كيف كيف مشكلة تحت الكليراج للمناجمون والمشكلة المياه المتطرق بصفة كبيرة في هذه المنطقة والمشكلة الأساسية ثانية حبينا نديره يعني الانسنتر تعل الحماية المدنية الانتاج تحتها وعندها كاباسيتي تعل الانتاج تحتها يعني من منظر الانتاج ولا من حيث الآلات خاصة غير الوعاء الصناعي لتقدر دير الانتاج تحتها تسعى السلطات جاهدة لوضع مجموعة من الآليات والإجراءات لبناء سياسة صناعية فعالة غير أن المشاكل والعقابات التي تواجه المستثمرين تعرقل من السيرور الحسن للصناعة وتحسين مناخ العمل